كتير عم برجع انسأل على عشبة كنافة البحر خطيرة بتنزيل الوزن طبعا خطيرة بس مين الاشخاص اللي ما بيقدروا ياخدوها؟ أكيد الاشخاص اللي بعانوا من سيولة الدام والاشخاص اللي بعانوا من الغدة فبليز بنبعد عن عشبة كنافة البحر أما عشبة الرواند بتمنع 50% امتصاص الدهون بجسمنا وبتمنع امتصاص السكر بجسمنا عشان هيك بحب ضوة على عدة أعشاب حسب كل شخص وحالته وكتير بركز انه احكي وخبر مين الاشخاص اللي ما بيقدروا ياخدوها العشبة أما مريض الضغط والسكرية فمننصحوا عطول بعشبة الكراس وحتى الاشخاص اللي بعانوا من مخزون الحديد وعنده نيواطي والاشخاص اللي بعانوا من الغدة أكيد منضوي على عشبة الأشواجندا وعشبة قادرة على قتل 98% من الخلايا السراطينية أكيد حكيت عنا كمان قبل عشبة الشيح وأكيد للاشخاص اللي بعانوا من الاكتئاب وقلة النوم عشبة القديسين تتاخذ لمدة 3 شهور جدا رائعة بس الأشخاص اللي عندهم سيول الدم ما بيقدروا ياخدوها طبعا وعشبة قادرة أنها تحرق الدهون بنفس الوقت تنظف سموم الكبد 150 ميلي جرام يوميا حبتين أكيد عم بحكي عن عشبة حليب الشوق وغيرة 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 وأكيد 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 فأشوفي ما الأنسب لك وسويه وعطور ما بدنا ننسى أنه نستشير طبيبنا وبما أنه علقت على كلمة أكيد وأكيد وأكيد أكيد بحبكوا كتير ترجمة نانسي قنقر